اشترط فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على المهاجم الكونغولي غايم بينزدا فسخى عقده مع ناديها طائل سعودي للعودة إلى الفريق الأحمر في الميركات الصيف الحالي وكشفت مصادر مسؤولة أن وكيل أعمال المهاجم الكونغولي غايم بينزا تواصل مع مسؤولي فريق الوداد الرياضي لكرة القدم لبحث إمكانية عودة اللعب المذكور لممثل عاصمة الاقتصادية في الموسم القادم وتعهد وكيل الأعمال بفصخ عقد المهاجم الكونغولي غايم بينزا مع طائل حتى يتمكن من العودة إلى الوداد وكان المهاجم الكونغولي غايم بينزا قد توجه هدافا للدور الاحتلافي في الموسم قبل الماضي بعدما تمكن من تجهيل 8 عصر هدف وهي التي ساعدت الفريق الأحمر على التتويج بلقب البطول الاحترافية يشار إلى أن الفريق الوداد الرياضي تعاقد في الميركات الصيف الحالي مع كل من كريم أيت محمد وكذلك المهدي مفتاح وزكريا أدراوي ومنتصر الاحتيمي وإليا شتي وأسامة محروس تخذ عادي الرمزي مدرب الوداد الرياضي الجديد الذي عوض البلجيكي سيفين فيندنبروك في تدريب الوداد الرياضي قرار حاسم وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي يراهن من خلاله الوداد على إعادة الفريق لسكة انتصارات والفوز والعودة لمنصة التسويج التي تخلف عنها هذا الموسم وعمد عادي الرمزي إلى تجيل الحسم في لائحة لعبين الذين سيغادرون الوداد الرياضي خلال مرحلة انتقالات الصيف الجارية وقرر مدرب الوداد منح جميع اللاعبين الذين يرتبطون بعقد مع الوداد فرصة للدفاع عن حقيتهم في حمل قميص الوداد قبل تسريحهم أو الإبقاء عليهم في المجموعة التي سيعتمد عليها خلال الموسم الكروي المقبل إلى ما بعد إنهاء الفريق الأحمر التزاماته في البطولة العربية أكدت عدة تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية دخول فريق الوداد الرياضي استراع تعاقد مع الدولي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي السابق عقب انسحاب الزمالك من الصفقة وكان النادي الزمالك المصري قد اجرى مفاوضات مع بن شرقي لعبها السابق للتعاقد معها خلال الملكة الصيف الجاري وذكر موقع إنفو سبوت المغربي أن النادي الوداد الرياضي دخل في مفاوضات مع مواطنها أشرف بن شرقي للتعاقد معها خاصة بعد انسحاب الزمالك من الصفقة وأصار الموقع المغربي إلى أن مسؤولي نادي الزمالك أكدوا عدم قدرة النادي على ضم بن شرقي بسبب الأزمة المالية التي تلوح في أفوق الزمالك واختتم الموقع المغربي الوداد الرياضي دخل في سراع مباشر للتعاقد مع بن شرقي خلال انتقالات الجارية خصوصا وأنه ينافس على عدة وجهات قد تقنع اللاعب بن شرقي بالعودة لفريق الوداد الرياضي حيث أنه يلعب في دور السوبر الأفريقي وكذلك كأس العرب بالإضافة لعدة مشاركات قوية قد ترفع من أسهم اللاعب المذكور وكان بن شرقي قد انضم للجزيرة الإماراتي صيف 2022 قادما من الزمالك قبل أن يرحل رسميا عن صفوفها الجموع الماضي أكدت عدة تقارير صحفية أن فريق الوداد الرياضي دخل في مفاوضات جدة مع لاعب الرجاء الرياضي زكريا الهبطي في أفق التعاقد معه خلال الميركاتو الجاري وأكد موقع ترانسفور ماركت أن إدارة الوداد الرياضي تسعى للاستفادة من خدمات اللاعب دل 24 عام خلال فترة انتقالات صيفية الحالية علما أنه أضحى خارج مفكرة الرجاء وتوصل سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لاتفاق مبدئي مع اللاعب الهبطي متوسط ميدان الرجاء يقضي بانتقال هذا الأخير إلى صفوف الوداد من أجل الدفاع عن ألوان الفريق انطلاقا من الموسم القادم ووضعت إدارة الرجاء الرياضي برئاسة بودريق الهبطي في قائمة مغادرة الرجاء رغم أنه لاعب موهوب وقدم مستويات جيدة منذ صعوده الموسم القبل الماضي لفئة الكبر ويسعى فريق الوداد لتعزيز تركيبته البشرية استعدادا من الموسم القادم خاصة وأن الفريق يتطلع لاستعادة اللقب الذي خسرها الموسم الماضي البطولة وكذلك كأس العرش ودور أبطال إفريقيا يذكر أن الهبطي انتحل صفة لعب ويدادي في نهاي دور أبطال إفريقيا لدخول مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ومتابعة المباراة وتلقى لعب الرجاء الرياضي على إثر ذلك سيلا من تقادات والسب والشتم من زماهير النادي التي طالبت مجلس الإدارة بفسخ عقده معتبرين ما قام به إهانة في حق الرجاء أكد موقع 360 سبور من مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يجتمع سعيد الناصر رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف دين بوهراء لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأحمر وأوضحت ذات المصادر أن إدارة الوداد الرياضي قد توصلت الاتفاق مع إدارة شباب المحمدية لشراء عقد اللاعب بشكل رسمي وتفعيل بند الشراء في انتظار توصل الاتفاق مع اللاعب لإتمام الصفقة وأضافت المصادر إلى أن جزئية بسيطة تفصل الوداد عن حسم الصفقة والتعاقد الرسمي مع اللاعب بذل الإعارة وكانت إدارة الوداد الرياضي قد أقدمت في وقت سابق على فتح قنوات الاتصال مع عدد من أبرز لعبي الوداد بهدف تجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري ونجح فريق الوداد الرياضي مبدئيا في إقناع مجموعة من عناصره الأساسية في الاستمرار رفقة الوداد من أجل تمديد عقودهم في انتظار التوقيع الرسمي بات سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم قريب من حسم صفقة جديدة خلال مرحلة انتقالات صيفية الجارية وكشفت مصادر أن سعيد الناصري توصل الاتفاق مع هشام بوسفيان من أجل تمديد عقوده رفقة فريق الوداد الرياضي والتجديد لموسم كروي مقبل وأوضح ذات المصدر أن بوسفيان سيوقع مع فريق الوداد الرياضي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تصدر الإشارة إلى أن إدارة الوداد ترغب في الحفاظ على أبرز لكائز النادي الأحمر استعدادا للموسم المقبل مع تعزيز صفوف الفريق بلعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري للدفاع عن ألوان فريق الوداد الرياضي والمنافسة على كافة البطولات حيث أن فريق الوداد الرياضي في الموسم القادم ينافس على العديد من الوجهات حدد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم موعد سفره صوبة مدينة أبهى بالمملكة العربية السعودية تأهب للمشاركة في البطولة العربية للأنديال البطلة التي تحمل نسختها المقبلة كأس الملك سلمان ويشد الفريق الأحمر الرحال إلى مدينة أبهى في المملكة السعودية التي يخوض بها دور المجموعات من مسابقة البطولة العربية يوم السبس المقبل من أجل البدء في الاستعدادات بشكل جيد للمسابقة المذكورة ويتواجد زملاء يحيى جبران في مجموعة صعبة المجموعة الثانية بدور المجموعات إلى جانب كل من السد القطري ونادي الهلال السعودي ونادي أهل طرابلس الليبي ويستهي الفريق الوداذ الرياضي المنافسة العربية بمواجهة سد القطري في السابع والعشرين من السهر الجاري على أن يواجه أهل طرابلس في المباراة الثانية يوم الثلاثين من السهر ذاته ويختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال السعودي يوم الثاني من سهر غشت القادم اشتركوا في القناة